موسيقى روسيا توقف الأعمال القتالية ضمن منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية الشرطة الدولية تحذر أوروبا من تعظم خطر مقاتلي داعش العائدين لليوم الخامس على التوالي الحوثيون يحتجزون ثلاثة قاطرات محملة بأدوية لعلاج الكوليرا موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم أعلنت قوات الأسد وقفا للأعمال القتالية في الغوطة الشرقية قرب دمشق وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لها ويأتي ذلك بعد أن وقعت وزارة الدفاع الروسية على اتفاق مع فصائل معتدلة من المعارضة السورية خلال مباحثات سلام في القاهرة بشأن آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية بعد الاتفاق الذي أبرم بين كل من الولايات المتحدة وروسيا والأردن في التاسع من يوليو الجاري على وقف إطلاق النار في جنوب سوريا والذي ينص على تخفيف التوتر ووقف القتال على الأرض بين فصائل المعارضة وقوات الأسد والميليشيا الرديفة لها ومنع النظام من قصف مناطق سيطرة الفصائل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة القوات الروسية في سوريا أبرمت بوساطة مصرية اليوم اتفاق خفض تصعيد في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق وقالت الوزارة على ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية إن الجانبين قرروا بموجب الاتفاق المبرم تسيير أول قافلة إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإخراج أول دفعة من المصابين والجرحى اعتبارا من اليوم الثاني والعشرين من يوليو تموز الجاري وأوضحت الوزارة أن الاتفاق المبرم اليوم رسم حدود منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية وحددت مواقع انتشار قوات الفصل والرقابة في الغوطة وصلاحياتها كما رسم خطوط إيصال المساعدات الإنسانية وممرات عبور المدنيين والغوطة الشرقية من ضمن المناطق الأربع التي تشملها خطة خفض التصعيد التي أبرمتها روسيا وإيران وتركيا في أيار مايو لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقب هذه المناطق الأربع أخرت تطبيقه وفشلت المفاوضات الأخيرة في تموز يوليو الجاري في أستانا في وضع التفاصيل النهائية لمناطق خفض التصعيد في سوريا ولم يعرف ما إذا كان إعلان الغوطة الشرقية منطقة خفض توتر يشتمل على كل مدين تلك البقعة المحيطة بدمشق خصوصا أن الإعلان عن الاتفاق لم يحدد تماما الخريطة التي تبين المناطق المشمولة بخفض التوتر لكن في حال شمل الاتفاق كل الغوطة الشرقية فإنها تشتمل على مناطق مثل مدني حرستة ودوم التي كانت تتعرض لأعنف أعمال القصف الجوي من قبل طائرات الأسد كما تشمل الغوطة الشرقية مدينة عين ترما التي كانت قوات الأسد وحتى ساعات من قبل الإعلان عن منطقة خفض التصعيد كانت تمطرها بقصف مكثف جوي وأرضي خصوصا أنها تتصل بحي جوبر الدمشقي هي ومدينة زملكة من جانبه أكد رئيس الهيئة السياسية لفصيل جيش الإسلام محمد علوش التوصل لاتفاق تخفيف التصعيد في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق وأضاف علوش أنه ستكون هناك نقاط للفصل بين فصائل المعارضة وبين قوات الأسد مشيرا إلى أن هذا يعتبر جزءا من الحل السياسي أو تمهيدا للحل السياسي وفق الخرارات الدولية وتعليقا على اتفاق وقف التصعيد في الغوطة الشرقية قال جورج صبرى عضو الهيئة العليا للمفاوضات وعضو الاتلاف الوطني السوري قال إنه من المبكر الحديث عن نجاح هذا الاتفاق لكنه أكد خلال مداخلة له مع أخبار الآن أن السوريين جميعا معنيون بهذا الاتفاق الذي يحمي دماءهم التي هدرت على مدار السنوات الماضية وفق تعبيره حقيقة من المبكر الحديث عن نجاحات لأننا في الأيام الأولى لتنفيذ هذا الاتفاق حتى أن التفاصيل الدقيقة والخرائط المطلوبة لم تعلم بعد نحن وجميع السوريين معنيون بهذه الخطة التي توفر دماء السوريين التي تقوم بحماية أرواح السوريين من الهدر الذي طالت خلال الفترة الماضية لكننا نتمنى أن تكون هذه الخطوة في جميع أنحاء البلاد أن تنتد لتشمل جميع المناطق السورية لأنه ليس من المنطق والمعقول أن يحمى سوري في درعة ويبقى سوري في حماة وفي إدلب وفي دير الزور بعيد عن هذه الحماية كذلك أيضاً لابد أن يكون هذا المشروع جزء من العملية السياسية انتشر أفراد من الشرطة الروسية على الحواجز الأمنية في بلدتي القنية ودير البخت في شمال درعة وأجرت عمليات تفتيش للمرة وتم رفع العلم الروسي في مكان تواجرهم علماً بأنه لم يتم أي انسحاب لقوات نظام الأسد من الحواجز وفق ما نقل مراسلنا في سوريا اعتقلت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها مدنيين كانوا متوجهين في طريقهم إلى مناطق المعارضة المسلحة شمال حلب قادمين من بلدتين نبول والزهراء وقالت مصادر محلية إن المدنيين اعتقلوا عند حاجز بلدة زيارة وعشرون منهم من بلدة عزاز وتقع بلدتين نبول والزهراء بالقرب من منطقة عفرين الخضعة لسيطرة قوة سوريا الديمقراطية تنديدا بممارسات هيئة تحرير الشام خرج أهالي عشرات المدن والقرى في إدلب وحلب وحمص بتظاهرات تطالب بوقف اعتداءات النصرة وقتل المدنيين وفق ما نقلت وكالة سمارت نيوز واجابت المظاهرات شوارع مدني وبلدات بنش والسراقب ومعرة النعمان وجرجناس في ريف إدلب أما في حلب فشهدت مدينة ألباب وجارابلوس مظاهرات مؤيدة لمطالب أهالي إدلب الأمر الذي تكرر في مدينة تلبيسة في ريف حمص أتكلم اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد افاد مصدر محلي عراقي في نينوى ان سلسلة انفجارات عنيفة هزت الضواحي الغربية لقضاء تلعفر غربي الموصل بعد قصف جوي استهدف مبنى تبين فيما بعد انه يضم كميات كبيرة من مادة سي فور شديدة الانفجار والتي يستخدمها داعش في صنع العبوات المتفجرة وتفخيخ المركبات وصنع الاحزمة الناسفة ابدى موصريون امالهم في قادم افضل بعد ان عادت الحياة الطبيعية الى الموصل التي تحررت على يد الجيش العراقي من احتلال داعش معبرين عن املهم باعادة اعمار مدينتهم التي خربت تنظيم الارهابي مع علمها الدينية والثقافية والعمرانية وحاول تشويها تاريخها واكد عراقيون لاخبار الان ان فترة داعش ولت الى غير رجعة وان مستقبل ابنائهم سيكون افضل بعد الانتصار وتحرير الموصل حاجة اجرى يجب تحرير المدينة والله تحرير عظيم والله يبارك بيهم بس اتأخروا علينا ليش ندوا عشان تقموا من النمواتون من جوعنا يعني انا اعرف اربع شخاص ماتوا من الجوع اكبار اثنين نسوان واثنين زلم ويلادنا ماتوا من الجوع وبيوتنا الحمد لله صارت قاعوا وصفينا بهدومنا ما عندنا لا غرض ولا سيارة ولا بيت بفرحتي طلعتها من اية تسوأ الدنيا وما بيها بس لمن الله طلعني يعني وجهالي زيان وهالناس هاية تسوأ ما توصف والحمد لله والشكر من الله خلصنا والله الشيء شفنا يعني يبكي ما حشافوا بالدنيا اول مرة نحمد الله سبحانه وتعالى عز وجل ونشكره على هذا النصار رائع ضد داعش السافل وارتحينا نفسيا من حررنا أخلصنا من داعش وصايت الله وصايت الجيش العراقي الباسل والله أحمد الله واشكره بيتي ما بي شيء بس محلي أهيئو العمار ان شاء الله أسبوع جايد الله سهل علينا وترجع الحياة طبيعية بعون الله تعالى سبحانه وتعالى عز وجل وما يصير اللي الخير ان شاء الله حسد فرحة انتهى شيء كل شيء انتهى يعني الإجرام ودمار ان شاء الله انتهى بعد ماكو حرمة تنهب وبيتين سليب ورجل يقتلب على طريقة الدواعش وان شاء الله احنا بخير كشعب من الموصل شو محضر المدينتي اه محضر روح انا المدينتي متطوعاني شو تتمنى تسوي مدينتي اقول شي سوي اأمن واعمار انا بالنسبة لي شخصيتي حداد انا حداد يعني صنفي حداد من بين مخلفات داعش في الموصل زوجات مقاتليه الذين قضوا في معارك تحريرها عشرات النساء قتل ازواجهن وبقي اطفالهن ليشكلوا عبءا نضافيا على المجتمع الموصلي الذي انهكه احتلال داعش على مدى ثلاث سنوات كثير من هؤلاء النسوة انفصلنا عن ازواجهن بعد انخراطهم في داعش رفضا لممارسات التنظيم وبسبب الطريق المظلم الذي يسلكه امراءه تقرير مرسلنا لؤية امين من قرية نائية غربة كريت قدمت مريم وهي ام لطفلين مع زوجها الى مدينة الموصل وبعد مدة من وصولهم انضم زوجها الى تنظيم داعش الامر الذي رفضته وعلى اثره تركت زوجها وانقطعت اخباره عنها تلتقط انفاسها بصعوبة من شدة التعب عقب خروجها من اخر النقاط التي كان يحتلها داعش في الموصل حسنهي الاخرى تركت زوجها وانفصلت عنه بسبب انتمائه للتنظيم مبررة ذلك بعدم رضاها عن افعالهم تجاه المدنيين من القتل والتنكيل لتعيش حسن في ظل داعش في خوف وترقب دائمين قشية انتقام زوجها من صارت هذا البنية ما شفت ورا شافني ورا ما راح ويا صاروا ياهم قلت له هذا الطريق مظلم انا بصفحة وانت بصفحة من جبت هذا البنية انا رحت عالبيت وهو راح معرفت عنه شيء ليش عفتي ليش؟ ما امشوا يا ما زالوا بهالطريق ليش هذا الطريق جبيه؟ والله بها الطريق هذا تعرفونه شبيه؟ طريق مظلم ما حد يعرفش انهال بيه ما رضا لي يأذون العالم ينهبون اموال العالم يقتلون كثير من زوجات مسلحي داعش التي خدعنا بالتنظيم عانينا الامرين من الفقر والحصار بعد مصرع ازواجهن اتخلت تنظيم عنهن فاصبحنا يعيشنا على الصدقات تعدين نطلع وما يخلونا نطلعنا اربع مرات والله العظيم وضربونا ويقتلون ابني خلونا بسرداب أخوي خلونا بسرداب ولا أقر ولا مي ولتطلع ترح تتشرم مي والله العظيم ابني فقط بلل ما يخلونا نطلع نجيب مي نشر مئات النساء فقدن ازواجهن بسبب انتمائهم لداعش وأصبحن أرامل وأبناؤهن أيتاما وهو ما يشكل عبءا آخر وتركة ثقيلة خلفها تنظيم داعش في مدينة الموصل من الموصل القديمة لؤي أمين أخبار الآن أعلنت الشرطة الدولية الانتربول قائمة من 173 إرهابيا ينتمون لداعش يعتقد أنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا انتقاما للهزائم التي تعرض لها التنظيم في الشرق الأوسط وتعتقد دول أوروبية عدة أن مخاطر شن متطرفية التنظيم هجمات في القارة تتزايد لسيما مع عودة بعض المتشددين الأوروبيين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط إلى بلادهم في الوقت الذي يعيش فيه داعش أيامه الأخيرة في سوريا والعراق يعتقد الكثيرين أن أتباع هذا التنظيم الإرهابي سيعودون إلى ديارهم قريبا وتعتقد دول الأوروبية عدة أنه مع تراجع داعش في العراق والسوريا فإنما خاطر الشن المتطرفي التنظيم لهجمات في القارة تتزايد لسيما مع عودة بعض المتشددين الأوروبيين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط إلى بلدانهم ورغم عدم وجود أدل على دخول أي من الشخصيات المشمولة في القائمة إلى أوروبا فإن المخاوف من عودة محتملة للمتشددين أوروبيين دفعت الأنتر بول إلى تحذيل دول القارة من جهة أخرى قال مسؤول أمريكي كبير في مجال مكافحة الإرهاب إن تقديرات أجهزة المخابرات الأمريكية تشير إلى أن عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون مع تنظيم داعش سيبقون في العراق وسوريا على الأرجح للدفاع عما تبقى من التنظيم الإرهابي التي أعلنوها ولن يعودوا لبلدانهم داعش الذي يتلقى ضربات قوية في أهم معاقله بشرق الأوسط يلفظ أنفاسه الأخيرة لا سيما بعد تحرير مدينة الموصل العراقية بالكامل والرقة السورية حيث تدور معارك منذ أسابيع لطرد المتشددين منها وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت مدن أوروبية عدة هجم الدامية قتل خلالها المئات وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور جرغاش أنه تمنى لو كان خطاب أمير قطر الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل وأكد جرغاش أن المواقف باتت معروفة وأن تكرارها يعمق الأزمة وأن الحوار ضروري ومطلوب لكن عموده المراشعة أشهد ولي عهد أبو ضبي الشيخ محمد بن زايد النهيان بدور قوات المسلحة المصرية الفاعل في التصدي للأخطار والتحديات التي تهدد أمن مصر والمنطقة وقال الشيخ محمد بن زايد إن دور مصر المحوري إلى جانب التكاتف والتضامن بين الأشقاء هو السبيل الأمثل لردع الطامعين والعابثين في اليمن شنت مقاتلات التحالف العربي سبع غارات جوية على معسكر استراتيجي تابعا للحوثيين في محافظة تعز جنوبي صنعاء وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري إن طيران التحالف استهدف مواقع الميليشيات وسط معسكر خالد بن الوليد وفي محيطه من دون ذكر ما إذا كانت الغارات قد أصفرت عن خسائر أم لا تحتجز ميليشيات الحوثي لليوم الخامس على التوالي ثلاث قاطرات محملة بأدوية خاصة لعلاج وباء الكوريرا المنتشر في محافظة الحديدة غربي اليمن وبقية المحافظات اليمنية حيث رفض مدير جمارك الحديدة المعين من ميليشيات الحوثي الإفراج عنها وتسهيل مرورها مصرا على فرض رسوم جمركية عليها كما أكدت مصادر طبية أن هذه الأدوية المحتجزة على متن قواطر في حوش جمارك الحديدة وبتعرضها للشمس قد تعرضت للتلف ولم تعد صالحة مشيرة إلى أن يوما واحدا على أقصى تقدير من تعرضها لحرارة الشمس المرتفعة كفيل بإطلافها تمكنت القوات الأفغانية من استعادة مديرية ناوة في ولاية هلمند التي كانت تشكل مركزا مهما لهجمات طالبان كما وأن جماعة طالبان كانت تتخذ من هذه المنطقة مركزا تجاريا للمخدرات جاءت استعادة المديرية كضربة قوية لطالبان لأنها أعلنت أخيرا عن هجمات لبسط نفوذ أكثر على مناطق أخرى من هذه الولاية نهنئ شعبنا بهذا المصر على قوات الشر لقد قمنا بتحرير المديرية ليتمكن شعبنا من عيش كريم هنا سوف تعمل الحكومة منذ اللحظة على إعمار شامل لما تم تدميره بأيدي أعداء البلاد الحكومة سوف تفتح المدارس وسوف تفتح مراكز صحية وتقوم بتشييد طرق المواصلات التي تم تدميرها إننا نحذر الأعداء من خطوات قادمة نزلزل بها جبهاتهم أعلن التلفزيون الرسمية الإيراني افتتاح خط إنتاج لنسخة جديدة من صواريخ الدفاع الجوي وذكر التلفزيون أن الصاروخ الذي يطلق عليه اسم صياد ثلاثة هو نسخة مطورة من الصواريخ السابقة وقد انتجا بدقنية محلية هذا وتعلن إيران في بعض الأحيان إنتاج أسلحة محلية متطورة لكن لا يمكن التحقق من ذلك على نحو مستقل أهلا بكم من جديد نتوقف مع جولة الصحافة صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونة مذيع يتقاض نحو مليونين ونصف مليون دولار سنويا فقد تصدر المذيع البريطاني كريس إيفانز قائمة رواتب موظفي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إذ يتقاض نحو مليونين واربعمائة وثمانين ألف دولار سنويا وجاء راتب إيفانز أعلى بخمس مرات تقريبا من راتب المدير العام للمجموعة وكانت المرأة الأعلى أجرا في بي بي سي هي كلوديا وينكليمان صحيفة الخليج عنونت أفعى روبوتية لإنقاذ البشر أثناء الكوارث والحروب إذ يطور باحثون في أمريكا روبوتا رفيعا جدا على شكل أفعى يمكن استخدامه لإنقاذ حياة الكثيرين خاصة في عمليات الإغاثة في مناطق الحروب وتلك التي تتعرض للكوارث طبيعية وفق الباحثين فإنه يمكن للروبوت الذي يبلغ طوله نحو 72 مترا المناورة في مناطق تشبه المتاهة والدخول في مناطق ضيقة والسير بسرعة 32 كيلو متر في الساعة وإلى صحيفة الغد الأردنية حصلت على الطلاق بسبب تجاهل زوجها لرسائل الواتساب فقد قضت محكمة في تايوان لزوجة بالطلاق بعدما أثبتت عبر تطبيق واتساب أن زوجها يتجاهل رسائلها القاضي في حكمه لم يستند فقط إلى تجاهل الزوج الرد على رسائل زوجته ولكن إلى طبيعة الرسائل خاصة الأخيرة منها والتي أخبرته فيها بأنها فيلم أشفى ورغم ذلك لم يتواصل معها أبدا حيث عد ذلك دليلا على أن زواجهما وصل إلى حالة لا يمكن معها تدارك ما فسد بينهما ومن حقها أن تحصل على الطلاق وإلى صحيفة القبس الكويتية تاكسي للمساعدة على الزواج في باكستان فقد أطلقت شركة تاكسي في باكستان خدمة فريدة من نوعها وهي ركوب سيارة الأجرى مع مدبرة زيجات تساعد الزبون على العثور على شريك للحياة وفي حزة هؤلاء النسوة التي يعملنا في الشركة لائحة في حوزة هؤلاء النسوة لوحة أو لائحة من طالبي الزواج من ذكور وإناث فيها معلومات تفصيلية عن المستوى التعليمي ومستوى الدخل والوزن والطول وما إلى ذلك إلى أخبارنا الصحية فقد كشف أطباء عن ازدياد احتمالية إصابة السعوديين بالجلطات القلبية مبكرا في سن الخمسين أكثر من غيرهم في دول العالم لارتباط ذلك بأسلوب حياتهم اليومية سهر في الليل ونوم في النهار ووجبات طعام سريعة غالبا ما تكون غير صحية حركة قليلة وكسل أكثر أسلوب الحياة هذا قد يكون روتينيا وعاريا لدى كثير مننا خاصة أيام العطلات لكن هل تسألنا يوما عن أثر ذلك على صحتنا؟ جمعية القلب السعودية أجرت دراسات عدة بيّنت أن السعوديين يعانون أكثر من غيرهم من ارتفاع الكوليسترول والسكر وضغط الدم وللأسف الشديد سكان السعودية معرضون للجلطات القلبية عشر سنوات أبكر من سكان أوروبا أي في سن الخمسين تقريبا وقال استشاريون في أمراض القلب بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني أن السبب وراء ذلك يرجع الانتشار السمنة وزيادة معدل الإصابة بالأمراض المزمنة بالإضافة إلى العدد الكبير للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ودع الأطباء إلى الوقاية من أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول بالحرس على النوم مبكرا ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميا والتقليل من كميات الطعام المستهلكة وتوزيعها إلى 5 أو 6 وجبات وأن لا تتجاوز السعرات الحرارية للإنسان البالغ يوميا 2500 سعر حرارية والمشي يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل بخطوات متسارعة أو تعويضها بالمشي ساعتين أو أكثر خلال يومي الإجازة ولفت استشاري القلب إلى ما أكدته دراسات الملاحظة العلمية من وجود ارتباط وثيق بين زيادة الوزن والسهر ليلا حيث أن النوم المبكر مهم للحفاظ على معدل الاستقلاب الغذائي داخل الجسم بصورة طبيعية أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن اتباع نظام غذائي عالد الدهون أثناء الحملة لا يضر بصحة الحوامل فقط بل يمتد أثره إلى الأجنة ويزيد فرص إصابتهم باضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب عند الكبر ووجد الباحثون أن كل من الذكور والإناث الذين تناولت أمهاتهم غذاء عالي الدهون خلال الحمل زادت لديهم نسبة القلق والتوتر مقارنة بالمجموعة الأخرى التي تناولت طعاما صحيا أظهر الدراسة إيرانية حديثة أن عقارا شائعا لمرض الخرف والزهايمر يمكن أن يعالج إصابات الدماغ الصادمة التي تعد سببا رئيسا للإعاقة والموت على الصعيد العالمي ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون إصابات الدماغ الصادمة المعتدلة وتلقوا دواء يوصف عادة لحالات الخرف ظهر عليهم تحسن ملحوظ في مستوى الوعي مقارنة بقرنائهم الذين تلقوا دواء وهميا والآن مع جولة أخبار الرياضة وضع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان حدا لكل الشائعات التي تحدثت عن رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو هذا الصيف مؤكدا بقاءه لسنتين أو ثلاث وذكر زيدان خلال معسكر الفريق في أمريكا أن رونالدو يشعر بالراحة مع الفريق وأنه سيستمر معه في المرحلة المقبلة على الأقل حتى نهاية عقده الحالي وربطت كثير من التقارير رونالدو بالعودة إلى فريقه السابق منشستر يونيتد هذا وكشف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن رحيل الظهير البرازيلي دانيلو عن الريال لكنه لم يكشف عن وجهته المقبلة وأفاد التقارير بأن مانشستر سيتي هو الأقرب لضم اللاعب الذي من المنتظر أن يخضع قريبا للفحص الطبي الروتيني مع فريقه الجديد كشفت سكاي سبورت أن النجم البرازيلي نيمار اقترب من الانضمام لباريس سان جيرمان بنسبة 90% وذكرت التقارير أن أحد المقربين من اللاعب أبلغ سكاي سبورت بأن نيمار يرقب بشدة بالرحيل إلى باريس سان جيرمان خاصة أنه أصبح يشعر بالملل من لعبه الدور الثاني في برشلون بعد ميسي وأبدى نادي العاصمة الفرنسية استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون يورو كراتب سنوي قبل الختام تذكير بأبرز العنوين روسيا توقف الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية الشرطة الدولية تحذر أوروبا من تعاظم خطر مقاتلي داعش العائدين لليوم الخامس على التوالي الحوثيون يحتجزون ثلاث قاطرات محملة بأدوية لعلاج الكوليرا وصلنا للختام المزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته بعد قليل نلتقيكم بموجز لآخر وأهم الأنباء ابقوا معنا اشتركوا في القناة